وفي كلمته قال لرئيس سيسي إن مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرسلت سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض وأشار الرئيس سيسي لأن مصر تتمسك بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرسلت سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الرازق والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكسف لمساعدة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة